بسم الله الرحمن الرحيم استعرضنا المرة اللي فاتت ازاي نعد المدة بالأيام لو جاي للإداع في يوم في وسط الشهر والسحب في يوم برضو في شهر آخر بس مش متفق مع يوم الإداع فبدنتطر ساعة هنعد المدة بالأيام شفناها في مثال ازاي نعدها بالطريقة العادية أو بالطريقة العكسية ونقدر نرجع للفيديو السابق النهاردة بقى هنتكلم على نوعين جداد من الفايدة فايدة تسمى الفايدة التجارية وفايدة تسمى الفايدة الصحيحة دي بتستخدم عندما تكون المدة بالأيام بس طبعا احنا عارفين قبل كده بالأيام يا إما هقسم الان على 365 طبعا ساعة السنة البسيطة أو على 366 أو على 360 طيب عارفنا امتى تبقى كبيسة امتى تبقى بسيطة وقلنا بعدين هنتكلم عن حاجة اسمها الأيام التجارية أو السنة التجارية ازاي نقسم على 360 فلو المدة بالأيام فإنه عندنا فايدة ممكن يطلبوا مني حساب الفايدة الصحيحة أو التجارية والفايدة التجارية اللي هي على 360 هي الأكثر شيوعا اللي ما بتعامل مع بنكة أو مؤسسة مالية مالوش دعوا بقى الشهر 31 ولا 30 لا الشهر عندي 30 يوم في 12 شهر ب360 يوم على طول طيب في حكمة من كده اه في حكمة احنا عندنا في الرياضة يا شباب لما باجأ اقول نص مثلا وربع مين اكبر؟ النص ولا الربع؟ لا الربع الربع اقل يعني النص اكبر من الربع رغم ان الاتنين اللي تحت دي اقل من الاربعة اه يعني كل ما الكسر الرقم اللي تحت يصغر كل ما قمت الكسر تكبر فلما نقسم على 360 هيبقى قمت الكسر ده اكبر من لو قسمت على 365 او 66 دي حاجة رياضية بحتة يعني فعشان كده دايما احنا هتبقى الاكثر شيوعا في الاستخدام ال365 الا اذا ذكرتلك في المدرسة اوجد الفايدة الصحيحة لو جات كلمة صحيحة في المسألة يبقى غصب عني لازم اخب بالي هاقسم على 366 ولا 365 طيب ايه هي الفايدة التجارية؟ احنا بنسميها I.O يعني انت طبعا ممكن تكتبها I.O او ممكن تكتبها بالعربي كده الفايدة التجارية يعني مش الرموز يعني ما انزل الله بها من السلطان اه اسف الفايدة التجارية ايوه التجارية يعني ما انت ما تدقش على الرموز قوي يعني كل كتاب طبعا بيسمي الرموز زي ما هو عايز وممكن نكتبها بالعربي ولكن نكتب القانون بالرموز الانجليزي الفايدة عموما بتسوي ايه؟ اول قانون خدناه في الورق خالص او في اول الفيديوهات A في I في N N دي لو بالسنوات هتبقى N هو هنا بقى الكتاب اللي احنا يعني ملتزمين بشرح الفيديوهات بتاعته هو بيسميه طبعا الفايدة التجارية والصحيحة تخص المدة اللي بالايام بس فهمسمي الايام D يعني Days فهمسمي الايام هنا D ففايدة التجارية بقول لي يضرب المبلغ في المعدل فعدد الايام اللي هي Days دي على 360 بقى الفايدة التجارية دائما تقسم على 365 واذا كانت السنة بسيطة وعايزين فايدة صحيحة اللي ايام نسميها IE او نقدر نكتبها الصحيحة بالعربي ما فيش مشكلة A المبلغ في المعدل في عدد الايام على 365 او عدد الايام على 366 في عندي بقى طيب الفايدتين دول بيفيدوني في ايه الفايدتين دول ليهم علاقة بعض يعني انا اقدر اجيب الفايدتين من بعض في علاقتين مهمين جدا وحاجة اسمها علاقة النسبة وحاجة اسمها علاقة الفرق النسبة يعني بنشق نسبة ما بين الفايدة الصحيحة والفايدة التجارية نقسم التجارية على الصحيحة تدينا 73 على 72 الله دي جات مينين دي دي تتحفظ هي تتحفظ بس انا برضو اقول لك جات مينين بس انت مش مطالب بالإثبات يعني جات مينين عشان تبقى فاهم حضرتك لو انت عايز تقسم I-O على I-E القوانين قدامه افك I-O بكامل I-O A في I في عدد الديز على 360 طب والفايدة الصحيحة لها قانونين نفترض ان السنة بسيطة انا بشتغل في السنة بسيطة دلوقتي A في I في D على 365 عشان السنة بسيطة طب دي قسمة وضرب طبعا احنا زي مؤتاك الموضوع كله جابري هشيل ال A مع ال A وال I مع ال I وال D مع ال D اتبقى لي في الكسر ده ايه يا شباب 1 على 360 على 1 على 365 لو حركة تبتهم كده على الالة هيدوك 73 على 72 ده اختصارات رياضية عادية خالص فال 73 على 72 دي مجاتش صدفة يعني هي عوضنا في القانون ولان 365 و66 والكلام ده سابت فبيطلع علينا الموضوع ده طب لو السنة كبيسة هيبقى نفس القانون برضه I O على I E بس هتطلع في الاخر 1 على 360 على 1 على 366 لو اسمتها على بعض هتديني العلاقة التانية اللي جنبها دي اللي بتساوي 61 اللي بتساوي 61 على 60 بس يبقى حركة يعني تقدر تحفظها طبعا الرقم الكبير ده اللي قدام I O على 72 73 على 72 ودي 61 على 60 دي اسمها علاقة اللي ايه النسبة يا شباب يبقى اللقتي علاقة النسبة زي ما انت شايف كده اهو 73 على 72 في حالة السنة البسيطة وانا اعملها لك في جدول وفي حالة السنة الكبيسة 61 على 60 اللي انا كاتبه تحت ده بقى دي علاقات جاية من اللي فوق ده عارفين شغل الوساطين في الطرفين يا لو حركة عايز تجيب ال I O اضرب ال I E في الكسر ده اهو 73 72 I E يعني قصدي وساطين في طرفين اقدر اجيب ال 2 ده طب لو عايز تجيب ال I E اضرب الكسر بس بالعكس في ال I O ال I O طبعا هي الفائدة التجارية وال I E هي الفائدة الصحيح طبعا انا مش عايزك تحفظ الجدول ده كحفظ لا الجدول ده هيجي معا المسائل هناك علاقة اخرى برضو في حالة السنة البسيطة والكبيسة اسمها الفرق دائما الفائدة التجارية اكبر من الصحيحة وده بسبب ان التجارية بتتقسم على 360 ودي بتتقسم على 65 او 66 وانا قلتلك من شوية النص والربع والكلام ده فدائما الكسر اللي بيبقى رقمه صغير من تحت هو الكسر ال اكبر فما ينفعش تطلع الفائدة بالسالب فبطرح ال I O اللي هي التجارية ناقص ال I E العلاقة دي برضو بتدينا واحد على 73 معلش احفظها لانك مش مطلوب بالاسبات لانه لها اسبات سهل جدا بس انت مش مطلوب بالاسبات الرياضي بتاعها فلو انا عندي دي اسمها ايه الفرق بين الفائدتين هتلاقي في مسائل كده اسمها الفرق بين الفائدتين عشان اجيب الفرق بين الفائدتين تساوي واحد على 70 I O او واحد على 61 I O في حالة السنة الكبيسة وهنشوف وهنستعرض مع بعض ازاي نشوفها في المسائل برضو اللي تحت دول استنتاجات اللي هو القانونين اللي تحت دول اللي هي برضو شغل الوسطين في الطرفين ونقدر دلوقتي نشوف العلاقات دي من خلال المسائل لكن انا عايزك الاول تدرس الكلام ده كويس جدا في حالة المدة بالايام انا احفظ بس القوانين بتاعت الفائدتين وبتاعت الفائدة الصحيحة ناخد مثال مثال سهل جدا وده مثال اساسي يعني في ايه في كل اسئلة بقول لي اوجد كل من الفائدة الصحيحة اللي هي I E والتجارية اللي هي I O هو عايزهم ومديني معلومة واحدة بس في المسألة رقم وحيد يتيم اسمه ايه الفرق بين الفائدتين مية الله يعني I O من اطرح مين من مين اقول I O دي المعلومة الوحيدة اللي في المسألة بتساوي ميت ريال وذيك نفس المبلغ والمعدل والمدة طب هو هنا لاقل必 السنة بسيطة ولاقل cessان كبيسة فانا هافطرد أن السنة مرة بسيطة وسنة مرة كبيسة طب هعمل كده في الامتحان لا مش هعمل كده في الامتحان أنا في الامتحانة ح Lankaها على أنها بسيطة وخلاص لي اذا في قاعدة بتقول لي إذا لم تذكر السنة إذا لم تذكر السنة تعتبر بسيطة لان البسيطة بتيجي اكثر من الكبيسة كميسة بتيجي مرة كل 4 سنين طيب الفرق من الفائدتين 100 القانون بتاع الفرق هو احفظه صم الفرق من الفائدتين في حالة السنة البسيطة 1 على 73 اي او هذا القانون لا يتغير تحت اي حال من الاحوال طيب الفرق ده هو مدهوني معلوم اللي هو بمية حضرتك يبقى 100 بالسان 1 على 73 اي او ده القانون بيقول كده يبقى الاي او بكام اضرب وساطين في طرفين يبقى اضرب 100 في 73 جبت الفائدة التجارية طيب لو شقلبت الكسر ده من علاقة النسبة نرجع على الجدول اللي فات الاي اي تيجي ازاي اضرب الاي او اللي طلعت دي في 72 على 73 تديني على طول الفائدة الصحيحة وممكن حرك ايه انت الوقتي انا مديك معلومة بقولك ان الفرق بين الفائدة 200 طيب انت طلعت التجارية بتسوي كام 7300 وانت عارف ان التجارية دايما اكبر من الصحيحة فاذا الفرق بينهم 100 يبقى نقص دي 100 على طول من غير قوانين خالص طب مقبولة في الامتحان او مقبولة جدا يبقى دي 700 يبقى دي اكيد 700 لان دي دايما اقل من دي يبقى اكتب كده ايه الفرق اهو كتب لك انا ويمكن استنتاج الفائدة الصحيحة مباشرة لان الفرق بين الفائدة 200 يعني مش محتاجة ايه رياضة اوي يعني بالمخة كده مش محتاجة اتعوض في القانون الايه لو انت حسيت ان القانون ده معقت شوية بالمخة كده على طول بدون كلام طب لو نفترض ان السنة كبيسة او حددلي في المسألة ان السنة كبيسة العلاقة هتتغير شوية هتبقى واحد على 61 اي او طب دي بتتغير مع المسائل لا مع الكبيسة ما بتتغيرش برضو الفرق بين الفائدة تاني يسوي 100 اضرب المية في ال61 جبت الفائدة الايه التجاري طب الفرق بينهم 100 يبقى شيل المية من الستة الاف ومية تديني كام ستة الاف على طول اقدر استنتجها بدون قانون او اعوض في القانون ده اللي هو عندي في الجدول السابق طبعا المسألة دي بس عايزة ايه يا شباب تتحلق يعني مرتين تلاتة بالايد كده عشان نقدر نستوعبها ودي بصراحة لازم مسألة في كل الامتحانات لانها فكرة رياضية بسيطة وتعرف بس علاقة الايه الفرق بتيجي ازاي في حالة السنة البسيطة وحالة السنة الكبيسة وعبال ما نتكن ان شاء الله مذاكرة الفيديو ده نكون ان شاء الله نتكلم عن المرحلة اللي بعدها لكن ياريت نذاكر الجزء ايه دي كويس جدا لدي خاصة بالمدة بالايام ونلتقى الفيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته